أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين مصر والبحرين في العديد من مجالات التعاون أوضح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحرينية عبداللطيف الزياني أن التوافق في الرؤى بين رئيس عبدالفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة هو سمة العلاقة بين مصر والبحرين هذه الروح التي تسود دائما وحكمة جلالة الملك في تقدير الأمور والتوافق في الرؤى فيما بينه وبين فخامة الرئيس هي سمة لهذه العلاقة الوثيقة المبنية على روح حقيقية ليس فقط من الاحترام المتبادل ولكن أيضا المحبة العميقة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين أتمنى للدولة البحرين كل الازدهار والرفاهية وكانت فرصة أيضا للقاء والتباحث فيما بين فخامة الرئيس وسموه ولي العهد رئيس مجلس المزراء وإن شاء الله سوف تشهد المرحلة القادمة مزيد من التواصل والزيارات المتبادلة على أعلى المستوى لتفعيل كل ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم فكل من الأجهزة التنفيذية مهتمة اهتمام بأن لا يكون فقط حدثنا فيما يتعلق بأمنيات ولكن في تفعيل كافة الإجراءات التي نتفق عليها من أجل الارتقاء بالعلاقة للمستوى الذي يطمح له الشعبين الشقيقين شكرا